السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم أخوكم محمد حدايدي أهم 6 أسئلة لازم تسألها لنفسك عند شراءك لجهاز لابتوب إيش هي هذه الأسئلة؟ خلي نشوف الفيديو مع بعض الكثير من الأسئلة توصلني كيف نشتري جهاز لابتوب أو على أي أساس نشتري جهاز لابتوب أو أنا محتاج جهاز لابتوب ساعدني في شراء جهاز لابتوب إن شاء الله في هذا الفيديو بخليك تساعد نفسك في شراء جهاز لابتوب مبدئياً أول سؤال لازم تسألها لنفسك كم هي الميزانية عندك 1000 ريال 2000 3 4 5 أحصر نفسك قول أنا مثلاً ممكن أدفع سهل على نفسك وقول مثلاً أنا ممكن أدفع في الجهاز اللي أنا بشتريه من 2000 إلى 3000 ريال أو ميزانيتي من 3000 ريال لأربع ألاف ريال وحط في بالك إنه مو كل ما زدت المبلغ شرط إنه يكون الجهاز أفضل يعني ممكن تلاقي الجهاز ب3000 أفضل من جهاز بأربع ألاف فمو شرط إنه كل ما زاد المبلغ زاد اللي هو إمكانيات الجهاز طبعاً أكيد إنه كل ما غير الجهاز كان أحسن في أشياء ولكن بغض النظر لازم يكون أنت عارف بناء احتياجاتك إيش فممكن تجيب جهاز بقيمة أقل من جهاز غالي ويكون ملبي كافة احتياجاتك نفس الشي بالنسبة للجوالات مستحيل أشتري جهاز آيفون ب5000 ريال ونستخدمه فقط مكالمات فغير منطقي نفس الشي بالنسبة للبتوبات طيب لا حصرت نفسك في المبلغ أسأل نفسك السؤال الثاني ما هو حجم الشاشة المناسب لك يعني إيش الشاشة اللي تناسبك طبعاً الشاشات الاعتياجية عندنا اللي هي 12 إنش 13 إنش هذه المعتادة أو اللي الأغلبية يستخدمها فلو رحت إلى الشاشة الكبيرة اللي هي 15 إنش أو 16 إنش اللي هي بوصة هتكون جداً كبيرة وحيفرق السعر كثير هذه الشاشات لأصحاب المنتاج هذه الشاشات للأعمال المكتبية أكثر يعني اللي يجيبه اللابتوب على أنه يجلس معاه دائماً على المكتب لأنه 15-16 إنت بتتكلم في جهاز كبير حيكون صعب معاك في التنقل ولكن فإنت هنا تختار لو 13 إنش كده حتقل للقييمة كثير أهم سؤال تسأل النفسك هو نوع العمل اللي إنت حتشتغل على هذا الجهاز فيه إيش هو نوع العمل؟ هل أنت جايبه فقط تصفح مواقع تصفح إيميلات كتابة إيميلات سريعة أعمال مكتبية اللي هي الأوفيس، مايكروسوفت وورد، إكسل، باوربوينت، مشاهدة أفلام، سلسلات إلى آخره أو أنت مستهدف اللابتوب للمنتاج والأعمال اللي يبغى لها شغل كبير طبعاً فرق بين الجهازين في السعر شاسع فلو أنت جايبه مثلاً الأعمال التصفح إلى آخره يكفيك اللي هو يكون المعالج عندك آيفايف والرام مثلاً من 6 إلى 8 حيكون جميل جداً الجهاز مناسب لك ولكن لو أنت جايبه الأعمال المنتاج والأعمال القوية فحيكون المناسب لك هو الآي 7 والرامات تكون مثلاً 8 أو 12 وأكبر كل ما زد في الرامات فحيكون الجهاز معك كويس طبعاً آي 7 أو آي 9 ففرق أيضاً بالسعر الرهيب لو أنت جايبه فقط تصفح وحيجيب جهاز آي 7 أي نعم حيكون سريع وسلس معك الجهاز ولكن أنت حطيت قيمة أكثر من احتياجك لأنه الآي 5 حيكفيك ويوفيك هل بتستخدم الجهاز دائماً في مكان فيه كهرباء أو لا؟ لأنه تعتمد أيضاً على البطارية لو أنت دائماً الجهاز جايبه مثلاً للبيت ما حيفرق معك البطارية هل هو ساعة ساعتين ما حتفرق لأنه طول الوقت حيكون على الشاحن ولكن لا لو أنت مستهدف الجهاز أنه مثلاً لا أعمالي دائماً في الطيارة في السفر فأماكن ما يكون فيها كهرباء دائماً أو صعب توصيله في الكهرباء فيها فلا هنا ركز دائماً أن تختار البطارية المناسبة لك آخر شيء أحصر نفسك بين الشركات الأشهر أو الأفضل من حيث تقييمات المستخدمين مثلاً شركات جداً كثير عندك شركة دل من أفضل شركات اللكتوبات عندك شركة إيسوس عندك شركة إتش بي توشيبا أبل شركات عالمية لها سنوات جداً كثير من قبل ولادتيهم ما بينتجوا اللي هو اللبتوبات فلما تحصل نفسك بين مركات معينة واحتياجات معينة هتلاقي الدائرة صغرة 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 معاك لحد ما تشوف اللبتوب اللي فعلياً هو اللي أنت باحتياجه طبعاً مسألة الشكل والألوان والديزاين هذه مسألة دوك ما لها دخل في أي من المواصفات ممكن تناسبك يعني تختلف من شخصي إلى آخر فما حدخلها في الاحتياجات أيضاً أو من ضمن الشروط للشراء آخر سؤال عشان ما أطيل الفيديو عليكم هو أخذ ماك من أبل أو ويندوز إيش تقترح علي هذا السؤال أنا عجبته عليه في فيديو سابق هتلاقي رابطه في صندوق الوصف أسفل الفيديو اللي هو ما هو الجهاز المناسب لك اللي هو ماك أو ويندوز شاركوني في صندوق التعليقات هل ما زلت تستخدم جهاز كمبيوتر؟ هل هو كمبيوتر مكتبي؟ هل هو كمبيوتر لابتوب؟ هل ما تستخدم الكمبيوتر والزمن؟ ولا بعد الجوالات والأيبادات والتابلت؟ أو لا انتظر تعليقاتكم مبدئياً أجهزة المخصصة للألعاب ما هي داخلها في هذا الفيديو نهائياً لأنه هذه يعني مبالا فيديو الوحدة فإحنا بنتكلم بصفة عامة وبكذا كنت وصلت معكم إلى نهاية الفيديو إن شاء الله أكون أفتك ولكن بمعلومة بسيطة يعطيكم ألف عافية لا تنسونا من لايك وسبسكرايب في القناة وأتمنى محد يرسل إيميل أو يكتب في صندوق التعليقات بعد هذا الفيديو طيب إيش ترشح للابتوب؟ المفروض أنت الآن ترشح لنفسك أفضل لابتوب